حكاية السيارة التي أقلت ولي العهد الأردني والأميرة رجوة وإيه علاقتها بالملكة إليزابيس الثانية ملكة إنجلترا وكمان أغلب الناس أطلقوا عليها أن هي وسموها اسم بسيارة الملوك السيارة دي من نوعها رينجروفر من صناعة وود أند بيكيت موديل 1984 بعد عقد القرام مباشرة أقلت المركبة الولي العهد وعروسه رجوة من قصر زهران إلى قصر الحسينية وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للرحلة الملكة إليزابيس خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية وود أند بيكيت واستخدم الملك الحسين هذه السيارة مع الملكة إليزابيس لزيارة البطراء ومواقع أخرى في جنوب الأردن وكانت سيارة رينجروفر ممدودة مع سقف مقطوع لفتحها وتم تجديد مقاعدها بالجلد الأبيض بما في ذلك أربع مقاعد كهربائية فردية من طراز هيكور وأطلق على السيارة اسم شيروفر كمان تم إعادة طلاؤها من جديد وأدخلت السيارة إلى متحف السيارات الملكية في عام 2003 وبقيت في المتحف حتى أوعيد تشغيلها لاستخدامها في حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير حسين وتم تجديدها ميكانيكيا في الأردن مع إعادة طلاق وإعادة تصميم النوافذ الجانبية ومنطقة السقف لسماح بمشاهدة أفضل ومازال المحرك الأصلي للسيارة يعمل بسعة 3.5 لتر مع كاربيرتير مزدوج ترجمة نانسي قنقر